أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المسلحين الموالين لموسكو استكملوا السيطرة على بلدة سلاد كويف في إقليم دونباس شرقية أوكرانيا وكشف متحدث باسم الوزارة أن القوات الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة أربعة مخازن تزود القوات الأوكرانية بالوقود في مقاطعتي خاركيف ونيكولايف في دونباس وصرح بأن القوات المسلحة الروسية واصلت توجيه ضربات إلى مرافق البنى التحتية العسكرية الأوكرانية